المركز التركي يرفع توقعاته للتضخم بنسبة 60.4% نهاية العام الجاري تقول يني شفقة تركية رفع البنك المركزي التركي الخميس توقعاته للتضخم من 42.8% إلى 60.4% لنهاية عام 2022 وقدم محافظ البنك المركزي شهاب قاوجي أوكلو إحاطة إعلامية في العاصمة أنقرة بمناسبة إعلان تقرير التضخم الثالث للعام ووضح في إحاطته أن البنك المركزي رفع توقعاته للتضخم لنهاية العام الحالي 17.6% من 42.8% إلى 60.4% وأضاف أن توقعات البنك المركزي للتضخم لنهاية 2023 عند 19.2% ولنهاية 2024 عند 8.8% وصعد مؤشر أسعار المستهلك في الأسواق التركية خلال يونيو حزيران الماضي بنسبة 4.95% على أساس شهري مقارنة بما يؤيار السابق له ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر